حيث أجرت موفدة التلفزيون المصري إلى هناك إلهام نمر لقاء مع نجوزي أكونجو أيوالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية على هامش المؤتمر نتابع يعني ربما تأثرت أو أثرت الأوضاع السياسية في العالم على الأنشطة الاقتصادية والزراعية وأزمة الطاقة ألقت بذلالها على الغذاء ومسألة تأمين الغذاء للمواطنين في جميع دول العالم وذلك توقي مزيد من المسئولية على المنظمات الدولية ونتحدث اليوم عن منظمة التجارة العالمية ويشرفنا أن نلتقي الدكتور أنجوزي أكونجو أيوالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أولا نرحب بك في التلفزيون المصري ويشرفنا أن نلتقي بك في التلفزيون المصري شكرا جزيلا الدكتور أنجوزي أكونجو أيوالا سوف تشارك اليوم في مائدة مستديرة حول الأمن الغذاء ما هي النقاط الرئيسية التي سوف تتحدثين عنها اليوم نتحدث عن الأمن الغذاء من وجهة نظر التجارة لدينا نقطتان أو ثلاثة مهمة ذات أهمية كبيرة الأولى هي أن التجارة جزء أساسي للأمن الغذائي سياسات التجارة وبصفة خاصة للدول التي مثل مصر التي تستورد أغذية يجب أن يكون هناك انسيابا لتجارة الأغذية يجب على الدول أن تضع قيود على تصدير الطعام لأن حين يحدث هذا ترتفع الأسعار على سبيل المثال حدث هذا مع القمح والأرز ومع الزيوت لذا أننا نركز بشكل كبير جدا ونطلب من القادة ورؤساء الوزراء أن يتجنبوا قيود التصدير والحذر ولكن بعض الدول تفرض قيود على تصدير الانتاج الغذائي كيف تواجهون هذه الظاهرة نحن لا نريد هذه الظاهرة وفي يونيو الماضي وفي الاجتماع الوزاري الخاص بمنظمة التجارة اتفقنا على شئين أولا يجب على كل الدول أن لا تطع أي قيود على تصدير المنتجات الإنسانية المتضمنة في برنامج الغذاء وهذا مهم لمن يعانون من الجوع ثانيا يجب أن نقلل القيود المفروضة على المنتجات الغذائية الأخرى ويسعودنا أن أقول إنما حين كان هناك الجائحة كان هناك عدد كبير من القيود كانت تصل إلى ماء الآن لدينا حوالي 54 قيد بالنسبة للطعام والأسمدة وغيرها أعتقد أن هذا رقم كبير ويجب أن نعمل لتقليل هذه القيود في كوب 27 ولأول مرة تم تضمين الخسارة والضرر في المائدة المفاوضة هل تتوقعين أن يكون هناك تقدما ملحوظا في هذا الصدد؟ أتمنى أن يكون هناك بعض التقدم لا أتعقى أن يكون هناك تعهدات مالية ولكن يجب أن نتفق على آلية لتقدم وأن يتم التعاول معها لمجابهة هذه الخسارة والضرر فيما تعلق بالتغير المناخي كيف ترى الدكتورة إنجوزي الدول المتقدمة التي لم تحترم ما فرد عليها وما تعهدت به من أموال هذا ليس شيئا جيدا أعني أن هذه الأموال المائة مليار دولار تم الوعد بها منذ عام 2020 ولم يتم تنفيذ هذا الوعد حتى الآن ونحتاج هذه الأموال لأنها تمثل مجرد بداية مئات المليارات وحتى التليليونات تعتبر بداية حتى يمكن أن نصل لصفر انبعاثات هناك دول تعاني لديها تدقم ولديها ارتفاع في الأسعار وأيضا هناك معاناة من الديون إذن القدرة على التمويل الاستثمارات هي الأمر الذي يجب أن نعتني به وهذا أمر محدود جدا نحتاج من الدول المتقدمة أن تنهد وتساعد في هذا التمويل وهذا في ظل الأزمات التي يواجهها العالم والتي لم يواجهها من قبل يجب أن يكون هناك دفع للأمام ونحن في منصمة التجارة نقول أن سياسة التجارة مهمة جدا والدول يجب أن تضع سياسات وتكون هذه السياسات جزء من مشاركتها الوطنية حيث أنه بدون التجارة لا يمكن أن يكون هناك تكنولوجيات لا يمكن أن يكون هناك مدى فيما تعلق بالإنتاج إذن هذه هي بعض النقاط المهمة شكرا جزيلا دكتور أنجوزي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية